مسلسة للمراس وملخص أحداث الحلقة 551 الحلقة كلها هتبقى عبارة عن فلاشباك لأيام وساعات ودقايق كمان في البداية الحلقة بتبدأ بيوسف وهو منصدوم يا ترى من اللي اتقتل هنعرف كل ده تابعوا لنهاية الفيديو منشوف قبل 16 يوم من رصاصة كان أبو مصعب قاعد ويتكلم مع فارس فارس اللي حاول ان هو يشتري بمصعب وقال له انت لازم تبقى معايا ولازم كمان نتفق أنا وانت انت بنتك أغلى حاجة عندك وكمان ان اذا كان على الفلوس هتاخد الفلوس اللي انت عايزة كلها انت دلوقتي هتفكني وحنقول لهايفا ان العصابة جات وأخدتني هي عارفة ان العصابة مستنياني وكمان في وقت معين حييجوا علشان يغدوني علشان ما دفعت الهمش الفلوس اللي علي عادي العصابة تتوقعوا منها اي حاجة يعني ممكن ييجوا قبل المعاد مفيش مشكلة قالوا انا هستفاد ايه قالوا هتستفاد الفلوس الفلوس هتبقى ليك وكمان هتستفاد انك تمشي ببنتك وعلى فكرة كده كده هيفا ممكن تمطلك في موضوع الفلوس لكن الفلوس دي هتبقى مضمونة ساعدني فقيني وخليني امشي ونعمل عليها كده حدودة يعني نربطك على اساس ان الاصابة جم اخدوني غصبا عنك وطبعا انت تقومت لكن هنعمل تمثيلية كده عليها صدقني انت الكسبان الفلوس كلها هتبقى ليك بعد كده منشوف مريم بعد ما حطت الرسالة ليوسف في قطه بترجع بسرعة وبتروح وبتاخد الرسالة وبتقطعها كلها زي ما تكون حسك بحاجة او حد ان لا حاجة لسه مش عارفين فلاشباك تاني قبل 15 يوم من الرصاصة منلاقي هيفا بتتكلم مع ابو مصعب بتتصل بيه في البداية بتلاقي تليفونه مقفول للا خلات بعلت رسالة صوتية وتقول فيها ان يوسف مرعبك خد بالك كويس جدا وساعتها لما الرسالة وصلت كان ابو مصعب بالمنظر ده وكان فارس بيحاول كتفه علشان يبانه ان فعلا انعصابة جات واخدت فارس وربطت ابو مصعب لما ابو مصعب قال لي فارس ان هيفا بتتصل قال له سيبها تتصل قال له ايو بس لو مردتش هتقلق رد وقال له خليها خليها تقلق وتيجي ما احنا عايزينها كده مالانتهانا هتفضل متربط كده من غير محد ما ييجي ويفكك احنا لازم نزبك الموضوع للاخر كمان المفروض ان احنا نبهدي للبيت ده شوية كده وكمان اعذرني وبيضربه على دماغه وبيربطه وبيضلم الشقة بعد ما كركبها وبيمشي احنا طبعا شوفنا في الحلقات اللي فاتت ان هيفا قالقت فعلا على ابو مصعب وجات ولقته بالشكل ده وقال لها ان العصابة جات واخدت فارس في البداية ما صدقتش لكن بمصعب حاول ان هو يقنعها وانه مجوم قبل معاتهم علشان ما صددتش الفلوس اللي عليه وكمان هيفا قلبها هيحن على فارس وحتحاول طبعا انها تدفع لفلوس دي علشان تنجده وده اللي كان فارس متأكد منه كويس جدا نرجع لأسيا اللي كانت حتتجنن قبل تقيق ان الرصاصة كانت موجودة جوه القوضة بتاعت يوسف جنب السناديق الهدايا بتدور على الفضيحة بتاعتها وعمالة بتدور في السناديق وأخيرا وقت على الصندوق اللي فيه فعلا الورقة اللي مكتوب فيها كل حاجة عنها قدرت بسرعة انها تاخدها لكن ما جابوش ايه هو اللي في الورقة بالزبط فلاشبك تاني قبل الرصاصة باربع تيام لما بمصعب بيروح وبيتكلم مع هيفا وساعتها بتقوله ان هي عايزة المفتاح بتاع فارس بتاع شاقته بيطلعه وبيتدهولها بترده بتقوله خلي معاك فيه مهمة ان ما فرض ان انت تعملها وتنفزها وانت معاك المفتاح لكن بيرده بيقول لها انا مش هعمل مهام مفيش بكرة ولا حاجة خلاص الوقت بيك انتهت لحد هنا لكن بترده بتقوله لأ هتيجي بكرة وحتنفس كمان اللي انا طلبته منك ولما سألها ايه المطلوب ردت وقالت ان انت هتاخد المفتاح ده وحتروع على شقة فارس وحتحرقها كلها علشان ما نخليش ورانا اي اثر بعد كده يتجيب المفتاح يترمي في الزبالة وطبعا ساعتها ابو مصعب موافق على كلامها ابو مصعب قبل ما يعمل اي حاجة في شقة فارس بيروحوا بيتكلم مع فارس وبيقولوا ان هيفا عايزاني اولع في شقتك احرقها بكل الحاجات اللي فيها وكان رد فارس اعمل كده نفس اللي طلبته منك نفزه لكن بمصعب كان محتار وبيقول لهم خرجوني بقى من اللهبة بتاعتكو دي فارس بيخرج خاتم وبيقول له خد الخاتم ده ادي الهايفا وقول لها ان انت لقيته هناك في الشقة قبل ما تحرقها بمصعب بيتطر ان هو ينفذ اللحظة الحاسمة وحنعرف مين اللي تقتل وفلاش باك ليه الفرح ولما فارس اقتحم الفرح بتاع يوسف وهيفا وساعتها كلم مع هيفا وقال لها بتحبيني انا ولا بتحبي هو جاوبي ردت هيفا وقالت ان هي هتتجاوز يوسف قال لها للأسف اجابتك غلط انت ما حبديش حد انت بتحب نفسكو بس وساعتها اطلق الرصاصة دي وفي نفس الوقت اسيا كانت موجودة وبتقرأ الرسالة اللي كانت في السنة دي ومرة واحدة بتروح بسرعة وبتبص من الشباك وبتتصدم بالشكل ده لسا برضو مش عالفين من اللي تقتل تعالوا فلاش باك تاني قبل 3 ايام من الرصاصة لما راح بمصعب وقال لها ان هو نفذ موضوع الحريقة وهفحم الشقة كلها وكمان بيخرج لها الخاتم اللي لقاه هناك في شقة فارس وبيقول لها ان هو لقى الخاتم ده هناك وساعتها هيفا قالت له اكيد كان ناوي دي للخاتم ده يعني كان مجرد تقنيب ضمير كده صغير لهيفا وكمان علشان تفكر فيه علشان خاطر تدفع له الفلوس علشان تنجده ده اللي كانوا بيفكروا فيه ساعتها وطبعا هيفا كانت متأثرة جدا بوجود الخاتم معاها ولبسته كمان في يوم زواجها من يوسف في لاشباك تاني قبل يومين من الرصاصة بمصعب كان بيتكلم مع فارس وبيطلب منه وبيقول له انت ليه مسافرتش الديرة بتاعتك لحد دلوقتي بيرده بيقول له انه هو حيسافر بس الاول لما ياخد حقه من الفلوس الفلوس دلوقتي بقيت مع ابو مصعب اللي اخدها من هيفا علشان يخلص فارس علشان كده قاله نا مش حمشغل لما ياخد فلوسي ولما قاله نتقابل فينا على شنديه لك نصيبك بيرد فارس وبيقول له مش حينفع دلوقتي انت ناسي ان يوسف بيرقبك خلينا نبعد اليومين دول وبعد يومين في يوم فرح يوسف وهيفا لانه يومها هيبقى مشغول طبعا بيرسه هلتقابل وتديني الفلوس لكن كانت خطة في دماغ فارس عايز ينفسها وبمصعب ما كانش يعرفها تابعوا لنهاية الفيديو هتعرفوا ايه بالزبط هي الخطة دي قبل 24 ساعة من الرصاصة بتوصل رسالة لابمصعب وساعتها قريناها احنا بس بسط بمصعب الرسالة دي بتقوله ان هو هيبقى جاهز الساعة 8 علشان يسلموا الفلوس قال له كمان ان هو هيبعت للوكيشن قبل ساعة ونص من الرصاصة كانت هيفا قعدة مستنيا انها هتنزل طبعا للزفاف وكانت معاها الهدية اللي كان جايبها لها يوسف من زمان جدا لما كانت صغيرة عندها 6 سنين قالت له فاكر الهدية دي قال لها طبعا جبتها لك وإحنا صغيرين وفضل تقليم مفتمنها سنة بحالها من مصروفي علشان اقدر اجيبها لك قالت له ايوة وكانت فعلا احسن حاجة عندي وكمان دي الحاجة الوحيدة اللي جبتها من الكويت بيرد بيقولها انت تستهلي قالت له لا انا ماستهلش انا ماستهلش اصلا اكون مراتك انا عملت حاجات كتير غلط انت متعرفش انا عملت ايه انا نحشت مع فارس قال لها انا عارف بس خلاص فارس مبقاش موجود بترد و بتقوله انا اللي حبسته علشان خاطر ده العقد ده هو اللي خليني اعمل كده قال له خلاص العقد بقى معاكي وانا مسامحك اظن كده ضمانتي حقك لكن بترد هيفا وبتقوله لا انا ماستهلش اي حاجة والعقد ده اهو وبتقطع العقد وبتقوله ان الورقة دي عملها ابراهيم بس عشان خاطر يضمن حقها لكن هي خلاص هي حاسة بالامان دلوقتي وهي معاه وانا مش محتاجة اي حاجة تانية بعد كده هيفا بعد ما قطعت العقد يوسف كان مبسوط جدا ان هي بدأت تحس بالامان معاه اما بالنسبة الفارس بيبعت اللوكيشا لبومصعب وبيقوله تعالي دلوقتي علشان خاطر نسلم ونستلم من لايه بعد كده بتيجي الرسالة لبومصعب اللي كان موجود جوال عربية وما حضرش العرس بيتحرج على طول علشان يروح لفارس فارس اللي خرج البطاقة او الكرت او الخط بتاع التليفون بتاعه ورمى وكمان رمى التليفون وقال سمحني يا بومصعب انا حتطر اجيبك هنا علشان خاطر اقدر انا استفرط بهم هناك انت الوحيد اللي معك سلاح وانا خاف على نفسي منك علشان كده انا بعتلك اللوكيشن علشان تيجي هنا وانا اروح وانفز هناك وكده كده الفلوس اللي حتاخدها هتعوضك عن كل حاجة فارس بيرمي التليفون والخط وبيبدأ يتحر بالعربية تعالوا نرجع تاني للعرس بتاع يوسف وهيفا اللي قلب بجنازة زي ما انتو شايفين كده اللي تقتلت هي هيفا هيفا هي اللي جات فيها الرصاصة ويوسف كان بالشكل ده منهار وكمان حور كانت جنبها وصت هيفا قبل ما تموت ان هي تروح على الكويت وساعتها يوسف طلب من مشاعل تجيب الاسعاف وكانت فعلا كلمتهم لكن للأسف بتموت هيفا وكانت وصيتها ان هو يسمحها وانها ترجع للكويت تاني بينهار يوسف اما بالنسبة البو مصعب فبيتصل بفارس لما بيروح له اللوكيشن ومش بيلاقيه لكن بيلاقي تحت رجلو حاجة كده وبتطلع هي تليفون فارس اللي رماه وبيتأكد كمان ان هو تليفونه وبياخد التليفون وبيبدأ يتحرك ويرجع على الفيلا علشان يشوف حصل ايه هناك او يكون حصل ايه مع فارس فارس اللي تم القبض عليه فارس اللي اخدوه الشرطة علشان يروح على السجن بعد قاتله لهيفا انهيار يوسف والعرس اللي تقلب بحزن وبجنازة بتيجي بعد كده خديجة وبتدخل على العرس وما فيش حد موجود بتروح على المكان اللي حطت فيه الرسالة بتاعتها ومش بيتلاقيها ودي بتبقى صدمة قوية جدا مين ده اللي ممكن يكون اخد الرسالة من تحت الطباة خاصة ان هما كلهم كانوا عشغولين في اللي حصل لهيفا يا طرى مين اللي عمل كده هنعرف الحلقة الجاية لان الحلقة كده خلصت وتقريبا كده لسه فيه حلقات وبتخلص الحلقة 551 وده كان ملخص لاحدثها يارب وملخص يكون عجبكم ما تسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجاسة عشان يوصلكوا كل جديد اشوفكم على حين ويبقى